وتركب كاسرات الشمس وكاسرات الشمس هي عبارة عن شرائح ثابتة أو متحركة من الألمنيوم أو الفيبرغلاس أو الخرسانة وفايدتها أن تدخل الشمس في فترة الشتاء وتمنع الشمس في فترة الصيف فإذا كانت واجهتك جنوبية فتأكد أن كاسرات الشمس تركب بطريقة أفقية أما إذا واجهتك غربية فتأكد أن تركب بطريقة رأسية عشان تستفيد أكبر استفادة فيبقى السؤال المهم أي الواجهات أفضل؟ هذا سؤال صعب ما حد يقدر يجاوب لك عليه في مدرستين في مدرسة تقول الواجهة الشرقية أو الشمالية هي أفضل الواجهات وابتعد عن الواجهة الغربية والجنوبية وفي مدرسة ثانية واللي أنا منهم تقول اعرف ميزات وعيوب كل واجهة وحاول تعالجها في المخطط لأن حين احنا في عصر ما أصبح في شي صعب بعد كاسرات الشمس وطبقات الزجاج العازلة واليوفي والشترات والطابق العازل والآيزوفوم والمكيفات ومواد كثيرة تتغلب على صعوبات الطقس فما أصبح من الصعب أو ما أصبح هذا مشكلة تواجه الحين البيوت ولكن أي أهم مشكلة الحين المكتب الهندسي هل المكتب الهندسي فعلا عارف ميزة وعيوب كل واجهة إذا حرصت أنك تروح مكتب الهندسي زين راح يحلك كل المشاكل ويسوي لك قعدة مريحة وحديقة ومضللة ويحلك كل المشاكل وتحقق أفضل وأريح بيت لك وهذا مختصر حركة الشمس وميزات وعيوب كل واجهة ويعطيكم العافية أخوكم سعد الرومي